إلى صحيفة تعربي بوست التايمز إيران تخطط لزيادة هائلة بتمويل الحرس الثوري وزيادة ميزانيته التي قد تصل إلى 17 مليار دولار قالت صحيفة The Times البريطانية الاثنين إن إيران رفعت من ميزانية الحرس الثوري الإيراني بنسبة 28% ويقدر بعض الخبراء أن الدخل الفعلي لميليشيا الحرس الثوري قد يصل إلى 17 مليار دولار حسب الصحيفة البريطانية فإن هذه الزيادة تأتي بعد أن خصصت ثلاث مليارات دولار في أحدث ميزانية لقوات أمن الدولة الإيرانية المخيفة التي كان لها دور عنيف في قمع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد على الرغم من انهيار اقتصاد البلاد قال جيسون بروديسكي الخبير في شؤون إيران المقيم في أمريكا ومدير السياسة في منظمة متحدون ضد إيران النووية كشفت التسجيلات الصوتية المسربة قبل بضعة أشهر أن المرشد الأعلى قد وجه 90% من عائدات مجموعة ياس القابضة وهي شركة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لذا فهم لا يعتمدون على ميزانية الدولة وحدها كما أشارت الصحيفة إلى أنه في العام الماضي كشف زعيم حماس معي الهنية أن إيران قدمت مؤخرا 70 مليون دولار للجماعة الفلسطينية المسلحة التي تديرها قطاع غزة لمساعدتها في تطوير الصواريخ وأنظمة الدفاع بينما كان وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي قد أعلن الشهر الماضي فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني بعدما تبين أنه كان يخطط لشني هجوم على المعارضين الإيرانيين الذين يعيشون في المملكة ويدعو السياسيون البريطانيون الآن إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنه جماعة إرهابية